اهلا بكم مشاهديني لهذه الحلقة الجديدة من برنامج تكنوفيليا في حلقة اليوم سنتحدث عن التعديل الجيني عند البشر بعد الجدل الذي خلفه اعلان الطبيب الصيني بتعديل جينات طفلتين توأم في الصين سنحاول اذن فهم لماذا يخلف موضوع التعديل الجيني عند البشر قلق ومخاوف عند الباحثين والاطباء قبل ايام خلفت تجربة اعلن عنها طبيب الصيني الجدل والتنديد عبر العالم الطبيب الصيني عند لجينات طفلتين توأم وقال ان الطفلتين ولدت بصحة جيدة بعد هذه التجربة الصين ايضا نددت بتجربة واعلنت تعليق هذا النوع من الابحاث معنا من امستردام للحديث عن هذا الموضوع البحث في علم الورثة الدكتور حمدي مبارك اهلا بك معنا اذا الطبيب الصيني قال انه عدل جينات طفلتين لازاحة الجين المسؤول عن مرض الادز حتى تولد الطفلتين من دون هذا المرض مع العلم ان والد الطفلتين كان يحمل فيروس السيدة هدف الطبيب الصيني يبدو هدفا نبيلا لماذا لاقى رغم ذلك كل هذا التنديد نعم من حيث المبدأ نحن كباحثون متحمسون جدا لهذه التقنية لما تفتحه من اثاق علاجية وبالتالي نطمح من خلال استعماله لتحسين الصحة الانسان للمجتمع بصفة عامة نعم فالهدف نبيل ونبيل جدا لكن الضجة والنقل الذي حصل سببه ان هذا الباحث الصيني استبقى تطبيق هذه التقنية وقام بالتجرب السريرية التي ادت الى ولادة التوأم في حال ان هذه التقنية ما زالت وأقول ما زالت في طور الابحاث والتثبت ومن السابق للأواني استعمالها على الاجنة البشرية القابلة للحياة لسبب بسيط وهو انه لم نتأكد من تأمين هذه التقنية وتحقيقها لاهدافها فهو يقول انه علج جين الاجنة لكن لم نتأكد ولا يمكن في هذا الوقت ان نتأكد من تحقيقها لأهدافها 100% إذا كان الهدف نبيل فانه لابد ان تكون التاريخ الوصول اليه مشروعة ومتفق عليها من المجتمع العلمي وان لا يكون عمل فردي وهو في هذه الحال عمل فردي لم يتشاور مع بقية العلماء ولم ينشر هذا البحث في مجلة علمية محكمة نعم طبيب سيني اعتمد بالفعل على تقنية تحدثت عنها وكثرة الحديث عنها بالفعل مؤخرا هذه التقنية تدعى كريسبر كاس 9 هذه التقنية جعلت الأبحاث الجينية مؤخرا أسهل وأسرع ما المسموح به حاليا القيام به بهذه التقنية وما هو الممنوع وفق القوانين والأخلاقيات المهنة نعم سؤال مهم نعم التعديل ويراثي للأجنة البشرية ممنوع قانونا في عدة دول في أمريكا وفي أوروبا في الصين بالتحديد لا يوجد قانون يحجر استعمال التعديل الجيني للأجنة البشرية لكن العلماء والمؤسسات البحثية في الصين تعارض مثل هذه الاستعمالات الحكومة الصينية أصدرت لوائح سنة 2003 سمحت بتعديل الجينات على الأجنة لأغراض البحث العلمي فقط ولكن إذا ظلت قابلة للحياة لمدة أقصاها 14 يوم يمكن إجراء هذه التقنية لغاية البحث العلمي لكن لا تتجاوز المدة للأجنة قابلة للحياة 14 يوم وتختلف هذه الفجرة من دورة إلى أخرى ولكن دائما أقول في إطار البحث العلمي وليس لإجراء تجارب سريرية وأجنة قابلة للحياة شكرا جزيلا لك دكتور حمدي مبارك عالم الورثة كنت معنا من أمستردامب شكرا جزيلا لك